وشنا بظلة في أمانه في رغمه غير فيمناه امتلى ومفت رجال بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة مشاهدين ومتابعين الأعزاء وحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحييكم في هذا الشوط الرابع لثناء القعدان اليوم الجمعة الموافقة التاسع عشر من مارس لعام الفين وعشر من فترتنا الصباحية لمسافة الستة كيلو مترات وانطلق قبل قليل أيها الأخوة مشاهدين ومتابعين الأعزاء انطلق قبل لحظات الشوط الثاني للثناء قعدان وانطلقت هذه الأسماء وانطلقت هذه الشعارات ونذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط لنراغ الشام لسلطان بن مبارك بن سند الهاجري في مقدمة الشوط وفي الصدارة بينما المركز الثاني في هذه اللحظات التي لم يتضح رقم المركز الثاني واللي يتسلل على مقدمة الشوط في هذه اللحظات البهاز لمحمد بن ناصر بن دلموك هو من يحتل المركز الأول وسيطر على المقدمة النقل أيها الأعزاء إلى المركز الثالث لأرى في ثالث المراكز المختبر وتعود ملكيتا لراشد بن مبارك بن ثلاب الهاجري اللي يتسلل على المركز الثاني في هذه اللحظات النقل إلى المركز الرابع لأرى في رابع المراكز زياش لمحمد بن بخيث بن برقان بن مقارح ونقلة إلى المركز الخامس لأرى شاهين وتعود ملكيتا لسعادة الشيخ ناصر بن ناصر آل ثاني هو من يحتل آل أحمد آل ثاني هو من يحتل المركز الخامس إذن أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء هذا هو ندائنا الأول أكملناه على مسامعكم كامل للخمس المراكز المتقدمة الأولى ونعود والعود أحمد إلى مقدمة الشوط لنرى في المقدمة في هذه اللحظات الباز وهذا يبدو أنه من سلالة الباز السلالة العريقة التي صالت وجالت على أرضية الميادين والباز تعود ملكيتا لمحمد بن ناصر بن دلموك هو من يسيطر على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول والباز يتواجد في عزبة سمو سيدي ولي العهد الأمين هناك في الانتاج يعطيني الباز الذي تشاهدونه يسيطر على مقدمة الشوط وعلى زمام الأمور وننتقل نقل إلى المركز الثاني لنرى المختبر راشد بن بارك بن راشد بن ذلاب الهاجري يسيطر على المركز الثاني في هذه اللحظات النقلة أيها الأخوة الأعزاء على المركز الثالث لنرى في ثالث المراكز جياش لمحمد بن بخيت بن برقان بن قارح يسيطر على المركز الثالث في هذه اللحظات بينما المركز الرابع غشام لسلطان بن بارك بن سند الهاجري هو من يحتل المركز الثالث النقلة على المركز الخامس شاهين لسعادة الشيخ ناصر بن ناصر الأحمد الثاني بينما عملية التضمير عن جمعة الكباشي هو من يقود شاهين اللي يتواجد على خامس المراكز ونعود والعود أحمد إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة اللي يقودها الباز لمحمد بن ناصر بن دلموك يلا يا الباز يا سلوم هو من يسيطر على مقدمة الشوط وهو يعني يقود هذا الشوط وأصعب قيادة أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء هي صدارة الشوط والمحافظة عليها من أصعب الأمور من أصعب الأمور التي تواجه المشاركين وتواجه كذلك المضمرين الباز لمحمد بن ناصر بن دلموك هو من يسيطر على المقدمة ولكن اللي في ذان المراكز الخوف على الباز من المختبر المختبر تعود ملكيتة لراشد بن بارك بن راشد بن دلاب الهاجري وهل سينجح المختبر في هذا الاختبار أم لا نتمنى له التوفيق نتمنى له النجاح بدرجة امتياز المختبر الذي يتواجد على المركز الثاني وهذا هو الاختبار هذا هو الاختبار في هذا اليوم المختبر بينما المركز الثالث أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء أرد تقدم من صاحب المركز الثالث هذا هو جياش محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح يحتل المركز الثالث جياش يحتل المركز الثالث نواصل ندائنا الثالث للمركز الرابع في هذه اللحظات مع انتصاف المسافة يأتينا في رابع المراكز شاهين لسعادة الشيخ ناصر بن ناصر الأحمد الثاني وجمع الكباشي من يقود في التضمير وجمع الكباشي من يقود في التضمير اللي في المركز الرابع بينما المركز الخامس في هذه اللحظات المركز الخامس خشام لسلطان بن بارك من سند الهازري واتظروا الأسماء التي لم يحن موعد دخولها لعالم النداء والإذاعة نعود مشاهدين الأعزاء إلى من يسيطر على المقدمة إلى الباز 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 لوحة متصف المسافة لا يزال الباز يسيطر على المقدمة في هذا الشوط الذي يتظر فيه المنافسة نتمنى أن يتحركون المضميرين قليلا نتمنى أن نرى منافسة أكثر لنستمتع في هذا الشوط وفيما تبقى وما يتبقى من أشواط ونتمنى أن تنكشف خطط المضميرين بالفعل يا أبو متلع ونعود إلى المقدمة المقدمة ما زالت والمراكز الخمس المتقدمة الأولى منذ الانطلاق لم تزل لم يحركون ساكن المضميرين ما زالت المقدمة مع الباز الباز أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء محمد بن ناصر بدلموك بينما المركز الثاني اللي يتسلل على ثاني المراكز اللي انتقل من المركز الثالث إلى المركز الثاني هذا جياش محمد بن بخيت بن برقان المقارح انتقل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات وعين على مقدمة الشوط المسافة تتقلص أيها المشاهدون الأعزاء أيها المشاركين أيها المضميرون المسافة تتقلص إلا ستة كيلومترات انقضت لم يتبقى إلا ما يقارب الالف وخمسمائة متر أو يزيد قليلا انتقل بن برقان مع جياش الله يا سلام يا جياش يا سلام يا جياش إذن جياش أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء انتقل نقلة ممتازة إلى مقدمة الشوط والسيطرة في هذه اللحظات مع الالف وخمسمائة متر وإلى البدكلي البكديلي يقول لك بومتلع إلى البكديلي أتمنى نطقتها صحيح إذن المركز الثاني أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء الباز ولكن المختبر يتسلل المختبر يتسلل أيها الأعزاء يتسلل المختبر ولكن الباز عاد عاد الباز مشاهدين الأعزاء المركز الثاني والثالث ترافس ما بين ما بين الباز وكذلك المختبر المركز الرابع بعيد كل البعد نتمنى أن نرى على شاشة التلفزيون بالفعل شكرا لمخرجنا أحمد الحمادي المبدع مشغل لملحان براشد بن حبيب يحتل المركز الرابع ونراه من خلال شاشة التلفزيون المركز الخامس هناك شاهين لسعادة الشيخ ناصر بن ناصر الأحمد الثاني ونعود إلى مقدمة الشوت الله 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 إلا الكيلومتر الأخير الكيلومتر الأخير مشاهدين الأعزاء المركز الأول توقع عنا واحد من هذه الثلاثة من هذه الثلاثة أما لجياش وبالفعل ما فيه كلام المركز الأول ينحصر أيها الأعزاء والمختبر يتسلل الله يتسلل المختبر يتسلل ويخطف المركز الأول راشد بن مبارك من ذلاب الهاجري هل سينجح المختبر في هذا الاختبار الصعب الصعب اختبار يواجه المختبر بينما المركز الثاني هناك هناك جياش محمد بن بخيت بن مقارح ولكن الباز قادم يا سلوم الباز والمختبر المختبر والباز الخمسمائة متر الأخيرة الأربعمائة متر الأخيرة الباز 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 مشاهدين الأعزاء محمد بن ناصر بن دلموك خطف المقدمة في هذه اللحظات المختبر ما زال يحاول في ثاني المراكز ولكن الباز وما صدرت عليه أوامر الله لمن الناموس الثلاثمائة متر الأخيرة الباز هو الأقرب أيها الأعزاء إذن الباز يذهب بالسلامات لعزمة محمد بن ناصر بن دلموك المري تهانينا يا مضمن الباز أشكرك يا مضمن الباز الله 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 الباز مشاهدين الأعزاء وهذه السلالة العريقة وهذه السلالة الأصيلة تهانينا تهانينا من هذا المكان محمد بن ناصر بن دلموك المري تهانينا المركز الثاني وصل المختبر راشد بن مبارك بن تلاب الهاج المركز الثالث جياش محمد بن بخيت بن مقارح المركز الرابع المركز الرابع بعيد كل البعد عن المراكز الثلاثة المتقدمة ننتظر لحظات وصول المركز الرابع وخامس حرك يا راعة المركز الرابع شوي وخامس ننتظر لحظات وصول المركز الرابع اللي قادم بي هذه اللحظات إلى خط النهاية إذن المركز الرابع شاهين ليس عادة شيخ ناصر بناصر الأحمد الثاني ننتظر لحظات وصول المركز الرابع في هذه اللحظات قشام سلطان بن بارك بن سند الهاجري هو من تحتل المركز الرابع إذن أيها الأخوة ومشاهدين العزاء لحظات اللي عادة بالتوقيت الزمني للباز اللي وصل في المركز الأول قطع المسافة البازية 9 دقائق 54 دانية 15 ديزء أمين الثانية ننتظر للمالك الباز محمد بن ناصر بن دلموك بينما المختبر أتى في المركز الثاني وقطع المسافة في 9 دقائق 55 دانية 24 ديزء أمين الثانية تهنين أولف مبروك لمالك المختبر راشد بن مبارك بن راشد بن تلاب الهاجري بينما المركز الثالث أصبح من نصيب جياش وقطع المسافة في 9 دقائق 56 دانية 13 ديزء أمين الثانية تهنين أولف مبروك لمحمد بن بخيت بن برقان بن مقارح تهنين أولف مبروك للأخوة الفائزين في جميع المراكز المتقدمة الكلمة تنتقل لزميلي سعد بن مثل العتيب ترجمة نانسي قنقر